حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا عامل قال حدثني أو أخبرني عروة بن مدرس الطائي قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموقفي فقلت جئت يا رسول الله من جبل عيطي أكلت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه هلي من حجن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتعرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا تم حجه وقد تافثه حدثنا روح حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبية عن عروة بن مدرس بن حارثة بن لامين قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بجمع فقلت له هلي من حجن فقال من صلى معنا هذه الصلاة في هذا المكان ثم وقف معنا هذا الموقف حتى يفيد الإمام أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد تافثه حدثنا أبو النضر حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبية يحدث عن عروة بن مدرس بن أو سي بن حارثة بن لامين قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع فذكر مثل حديث روح حان محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وعن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبية قال حدثنا عروة بن مدرس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بجمع فقلت يا رسول الله هل من حج فقال من صلى معنا هذه الصلاة في هذا المكان ووقف معنا هذا الموقف حتى يفيد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد تافثه